أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات السيد عزيز خنوش بمركب البستانة لأجادير على حفل تسليم الشواهد لخريجي فوج 2018-2019 لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لمركبي الرباط وأجادير وبلغ عدد خريجي هذا الفوج والذين يوجدوا من بينهم منتسبين لسلكي الماستر والدكتورا ومهندسين وأطباء بياطر وتقنيين متخصصين 437 متخرجا من بينهم 33 من الخريجين الأجانب حيث تم تكوين 337 على مستوى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمركب الرباط ومئة على مستوى مركب البستانة لأجادير ويشكل تسليم شواهد التخرج مرحلة مهمة في مصار تكوين الطلبة وفرصة لتكريم أعضاء هيئة التدريس والتقم الإداري على الجهود الجديرة بالثناء من أجل التطوير المستمر للتكوين والبحث من ما يخص الأطور العليا 426 مهندس وطلب بيطاري منهم 332 مهندس خمسة ديال المسالب وحداش ديال التخصصات واربع وستين بيطاري وحداش عندهم ديبلوم ديال مصر وكذلك تسعتاش ديال الدكاترة وعلى هامش حفل التخرج قام الوزير والوفد المرافق له بعدد من الزيارة داخل مركب البستانة حيث أشرف على تدشين معهد التقنيين المتخصصين في البستانة والتسويق بأيتم اللولة كما وضع الحجر الأساس لبناء مركز التمييز في البستانة والشناح حاضنة لإنشاء المقاولات على جانب زيارة ورشة المناظر الطبيعية وشكل هذا الحفل مناسبة لتتويج المشاركين في مسابقة تحدي سوس للساء وستراب ويكاند أجادير 2019 والمسابقة الوطنية للطلب المهندسين في الفلاحة من أجل ابتكار وقافل الجاد 2019 اشتركوا في القناة